طلاب الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معايا ودرس جديد من دروس مادة التربية الدينية الإسلامية وهو الدرس الثاني من دروس السير والشخصيات بالنسبة للمحور الثاني الدعوة السرية هنتكلم إن شاء الله يا أولاد النهاردة عن بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى بعد نزول الوحي عليه بآيات سورة المدثر بعد نزول الوحي عليه بآيات يا أولاد سورة المدثر ده طبعا بعد أول مرة لما نزل عليه وقرأ أول سورة العلق اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر نقول تاني يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وفي الآيات الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم تكليف له بتحذير الناس من عذاب الله تعالى وبتطبيق أوامره سبحانه المدثر معناه يا أولاد المتغطي بثيابه المدثر المتغطي بثيابه فأنذر أي حذر الناس من عذاب الله تعالى وربك فكبر أي وخص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد والعبادة والرجز فهجر أي واستمر في هجر الأصنام بعد كده يا أولاد الدعوة السرية أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس جميعاً بعدما ربنا عز وجل أمره بالتبليغ أن يدعو الناس جميعاً إلى عبادة الله تعالى لكنه كان يعلم ما سيلاقيه من عداوة شديدة لكبرياء أهل مكة وتمسكهم بعبادة الأصنام فبدأ بأكثر الناس قرباً له من أهل بيته وأصحابه ليكونوا عوناً له على الدعوة يبقى بدأ بمين يا أولاد؟ بدأ بأكثر الناس قرباً له من أهل بيته يعني أريب المقربين أوي بيسموا إيه يا أولاد؟ الرعيل الأول الرعيل الأول يعني أريب المقربين أو الجزء الأول اللي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى عبادة الله تعالى وقد أسلموا كانت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها أول من آمن تلاها صاحبه أبو بكر الصديق وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان اسمه يا أولاد زيد بن حارفة أما ابن عمه علي بن أبي طالب فكان أول من أسلم من الصبية كان لسه صغير يا أولاد وكان في العاشرة من عمره انطلق أبو بكر الصديق وكان معروفاً بين قومه بحسن الخلق والمجلس اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو أصحابه المقربين فأسلم على يديه مين بقى؟ لو سيدنا أبو بكر نفسه بعدما أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أصحابه المقربين علشان يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ويبلغهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه مين بقى؟ عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله هؤلاء هم أول من أسلم على يديه صلى الله عليه وسلم وسموا الرعيل الأول يبقى الرعيل الأول يا أولاد هم أول ناس أسلمهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أول ناس أسلمهم في بداية عهد الإسلام خالص لما كان الإسلام نسا جديد بعد كده تخطيط دقيق استمرت الدعوة سرا ثلاثة أعوام يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الإسلام في السر لمدة أدئي أولاد ثلاثة أعوام يبلغ رسالة ربه وظلت مقصورة على أفراد ينتقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعناية وذقة كان النبي في الوقت ده اللي كانت الدعوة فيه سر بيختارهم بعناية وذقة فكان يدعو ذو الأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة والعدل والشجاعة كان بيختار الناس أصحاب الأخلاق الحسنة بعد كده حماية المسلمين الأوائل كما كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالتخطيط الدقيق كان يعلم أن أي صدام مع كفار مكة سيؤدي إلى تدمير المسلمين لذا كان عليه الالتزام بسرية الدعوة للحفاظ على المسلمين الجدد وتقويتهم المسلمين يا أولاد كانوا في الأول قليلين فكان من الصعب إن كبار مكة يعرفهم وكفار قريش اللي كانوا متمسكين أوي بعبادة أجددهم وآبائهم اللي هي عبادة الأصنام فكان ممكن يدمروا المسلمين الجدد اللي أسلمهم بعد كده يا أولاد تعليم المسلمين الأوائل وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي يوم يجهر فيه بالدعوة يعرف الناس كلها بالدعوة وأن هذه المرحلة تقتضي أن يلتقي بأصحابه في مكان آمن بعيد عن أنظار الكفار وإن المرحلة دي يا أولاد تقتضي أن يلتقي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مكان آمن بعيد عن أنظار الكفار ليتلوا عليهم آيات الله تعالى ويعلمهم شؤون دينهم وليعبدوه سبحانه في أمن وسلام فوقع اختياره على مين على دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعد ذلك يا أولاد ما الدروس المستفادة من استمرار الدعوة سرا لمدة ثلاث سنوات واحد الأخلاق الحسنة والكريمة أساس لبناء المجتمعات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذو الأخلاق الكريمة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام كان بيختار الناس الكويسين الأول اللي عندهم أخلاق كريمة يا أولاد ما كانت بيختار الناس اللي هي الصعبة اتنين التخطيط الجيد أساس أي عمل نقوم به حكمته صلى الله عليه وسلم في أثماء فترة الدعوة سرا إنه كان بيخطط جيدا علشان ينجح عمله وهو التبليغ لدعوة الله أو لما أمره لرسالة الله سبحانه وتعالى وهي رسالة الإسلام والآن هيا نبدأ الأسئلة والأجوبة التي في نهاية كل درس السؤال الأول متى بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة بعد نزول الوحي بآيات من سورة المدثر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة إمتى بعد نجول الوحي بآيات سورة المدثر اثنين ما التكليف الذي أمر الله سبحانه وتعالى به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة الناس لأي أولاد لعبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وتطبيق أوامره وتحذيرهم من عذابه ثلاثة لماذا لم يدعó الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى في البداية طبعا لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيلاقيه من عداوة شديدة لكبرياء أهل مكة وتمسكهم بعبادة الأصنام السؤال الرابع لماذا بدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة أكثر الناس قربا له لعبادة الله سبحانه وتعالى ليه بدأ بدعوة أقرب الناس لألبه لعبادة الله بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة أكثر الناس قربا له ليكونوا عونا له على الدعوة علشان يسعدوه في الدعوة خمسة كيف كان أبو بكر الصديق عونا للرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام إيه كان موقف سيدنا أبو بكر الصديق بسبب شهرة أبي بكر بين قومه بحسن الخلق والمجلس انطلق يدعو أصحابه المقربين فأسلم على يديه من يولاد عثمان بن عفان الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاس طلحة بن عبيد الله وكانوا ضمن من سموا الرعيل الأول السؤال السادس أعطى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم درسا في التخطيط الجيد استدل على ذلك من الدرس السابق إن الدعوة يولاد استمرت ثلاث سنين سرا استمرت الدعوة سرا ثلاث سنوات وقد قصرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذول أخلاق الحسنة يعني طول الثلاث سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو أصحاب الأخلاق الحسنة إلى عبادة الله تعالى وحده السؤال السابع لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ذو الأخلاق الحسنة ليدعوهم إلى الإسلام طبعا لأن من يتمسك بهذه الصفات في الجاهلية سيظل متمسكا بها في الإسلام وهي الأخلاق التي يحتاج إليها المسلمون في بناء مجتمع مسلم سليم السؤال الثامن يا أولاد بيقول لماذا التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بسرية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طبعا لحماية المسلمين الأوائل من بطش الكفار طبعا كانوا لسه ضعفاء في البداية فكان بيحميهم من بطش وظلم الكفار ولكي يتعلم المسلمون الأوائل شؤون دينهم تسعة لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا لتعليم المسلمين الأوائل لي اختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم علشان يعلم فيها المسلمين الأوائل اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ليجتمع فيها مع أصحابه في مكان آمن بعيد على الكفار ليتلوا عليهم آيات الله سبحانه وتعالى ويعلمهم شؤون دينهم وليعبدوا الله في أمن وسلام نيجي بعد كده يا أولاد للأسئلة بيقول لي صل كل آية بالتفسير الدال عليها أول حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر طبعا ينادي الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أيها المتغطي بثيابك اللي هي يا أيها المدثر قم فأنذر يعني إيه قم وحذر الناس من عذاب الله وادعوهم للإسلام بعد كده وربك فكبر أي وخص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد والعبادة وثيابك فطهر أي وطهر ثيابك من أي أولاد من النجاسة والرجز فهجر أي واستمر يا محمد في هجر أي أولاد الأصنام السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد بدأت الدعوة إلى الدين الإسلامي علناً أم جهراً أم سراً طبعا سراً اثنين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد نزول آيات سورة العصر المدثر الكوثر طبعا سورة المدثر أمر بالتبليغ بعد نزول سورة المدثر أو آيات سورة المدثر تلاتة أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي بأن يستمر في هجر الأصنام الكفار عائلته طبعا في هجر الأصنام لأن دي اللي كانت العبادة الدارجة أو الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله كانوا أهل مكة بيعبدوا الأصنام إلا قليلا أربعة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بدعوة من الكفار أم أهله وأصحابه أم أهل يثرب طبعا في بداية الدعوة كان النبي بيدعو مين؟ أهله وأصحابه إلى عبادة الله تعالى خمسة استمرت الدعوة سرا لمدة أدئيه ثلاثة أربعة خمسة أعوام برافو عليكم ثلاثة أعوام ستة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم داره أم دار ابن أبي الأرقم أم دار أبي بكر مكانا آمنا للدعوة ممتزين دار ابن أبي الأرقم النشاط الثالث بيقول يا أولاد رتب أحداث بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدين الإسلامي أول حاجة اختيار دار الأرقم مكانا لتعليم الدين تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناسي للإسلام الدعوة السرية نزول الوحي بآيات من سورة المدثر الالتزام بسرية الدعوة للحفاظ على المسلمين الجدد طبعا يا أولاد أول حاجة حصلت طبعا هي نزول الوحي بآيات من سورة المدثر دي كانت بداية الأمر بتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أو بتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس يبقى أول حاجة نزول الوحي بآيات من سورة المدثر بآيات من سورة المدثر دي أول حاجة حصلت طيب بعد كده إيه اللي حصل تاني حدث حصل طبعا تكليف النبي صلى الله عليه وسلم تكليف بعد نزول الآيات طبعا على طول كلف النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بدعوة الناس والإسلام للإسلام كلف تكليف النبي بدعوة الناس للإيه أولاد للإسلام طبعا الدعوة إيه السرية الدعوة كانت طبعا زي ما إحنا عارفين سرية بعد كده الالتزام الالتزام بسرية ها الدعوة ليه أولاد للحفاظ على المسلمين الجدد للحفاظ على المسلمين الجدد بعد كده اختار النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم علشان يعلم فيها المسلمين الجدد تعاليم الدين ويطلو عليهم ما ينزل عليه من القرآن من آيات القرآن الكريم اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم ابن أبي الأرقم بعد كده يا أولاد بيقول اقرأ وصنف الرعيلة الأول في الدعوة أبو بكر الصديق أزدبير بن عوام عبد الرحمن بن عف علي بن أبي طالب زيد بن حارثة عثمان بن عفان السيدة خديجة طلحة بن عبيد الله طيب من آمن على يد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا سيدنا أبو بكر الصديق دا اللي آمن على يد النبي عليه السلام على طول وطبعا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أول من آمن على الإطلاق السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها مين كمان يا أولاد اللي أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ومين كمان زيد بن حارفة زيد بن حارفة طيب الذين أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق أول واحد طبعا سيدنا الزبي ابن العوام مين كمان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف طبعا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين عثمان بن عفان وطبعا طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله نيجي بعد كده يا أولاد للنشاط الخامس بيقول اختر الصفات التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أساسها من يدعوهم إلى الإسلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام اخترهم علشان يدعوهم إلى عبادة الله لما كان الإسلام جديد كانوا بيتصفوا بصفات الصدق طبعا الصدق يبقى أول صفة الصدق تاني حاجة يا أولاد العدل وإيه كمان الأمانة والتعاون الغش لا طبعا المكر وطبعا الشجاعة السؤال اللي بعد كده بيقول لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليدعوه إلى الإسلام في البداية ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا أبو بكر ليدعوه إلى الإسلام في البداية لشهرته بين قومه بحسن الخلق والمجلس يبقى ليه أولاد لشهرته بين قومه بحسن الإيه لشهرته بين قومه بحسن الخلق وإيه كمان والمجلس بحسن الخلق والمجلس طيب بيقول لماذا التزم الرسول صلى الله عليه وسلم بسرية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اكتب سببين طبعا أول حاجة لحماية المسلمين الأوائل لحماية المسلمين الأوائل من إيه أولاد من بطش الكفار طبعا المسلمين الأوائل من بطش إيه أولاد من بطش الكفار من بطش الكفار طيب سبب تاني طبعا لكي يتعلم المسلمون الأوائل شؤون دينهم علشان يعرفوا دينهم الأول لكي يعرف أو يتعلم المسلمون الأوائل شؤون إيه أولاد المسلمون الأوائل شؤون دينهم بعد كرة يا أولاد بيقول لماذا اقتصر اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوة ذو الأخلاق الحسنة إلى الإسلام طبعا لأن من يتمسك بهذه الصفات في الجاهلية يا أولاد سيظل متمسكا بها في الإسلام لأن من يتمسك بهذه الصفات في الجاهلية يعني قبل الإسلام سيظل متمسكا بها في الإسلام طبعا وهي الأخلاق التي يجب أن يتمسك بها أو يحتاج إليها المسلمون في بناء مجتمع مسلم سليم بعد كرة يا أولاد بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد نزول الوحي عليه بآيات سورة العلق يبقى الإجابة خاطئة بعد نزول آيات من سورة المدثر سورة العلق كان قبل ما ربنا يبلغوا يأمروا بالتبليغ لكن بعد سورة آيات سورة المدثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ اثنين في بداية الدعوة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعا لعبادة الله وحدة لا طبعا الإجابة خاطئة اقتصر في دعوته على مين؟ على أهله المقربين وأصحابه ثلاثة تعد الأخلاق الحسنة أساسا لبناء المجتمعات؟ طبعا الإجابة صحيحة أربعة التخطيط الجيد أساس أي عمل نقوم به؟ طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة خمسة اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر الصديق لمقابلة المسلمين؟ طبعا الإجابة خاطئة أمال درمين الأرقم ابن أبي الأرقم ستة حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية الدعوة حتى يقوى المسلمون؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة النشاط الثامن يا أولاد بيقول أكمل الشكل مستعينا بالكلمات الآتية الكفار الدين آمن المسلمون القرآن أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم ابن أبي الأرقم أنه مكان إيه؟ ممتزين مكان آمن اثنين يبعد عن أنظار مين يا أولاد؟ برافو عليكم يبعد عن أنظار مين؟ الكفار ثلاثة يجتمع فيه مين؟ المسلمون أربعة ليتلو إيه على أصحابه؟ ليتلو القرآن خمسة يتعلمون شؤون إيه؟ يتعلمون شؤون الدين برافو عليكم بعد كلا أولاد السؤال الأخير بيقول ما النتائج المترتبة على الأحداث الآتية؟ واحد نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر كانت النتيجة أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى عبادة الله يبقى النتيجة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته طبعا إلى عبادة الله تعالى وحده اثنين تكبر أهل مكة وتمسكهم بعبادة الأصنام كانت نتيجة إيه أولاد؟ عدم رضى الله تعالى عنهم وإيه؟ ودخولهم النار عدم رضى الله عنهم وإيه أولاد؟ ودخولهم النار ثلاثة إسلام أبي بكر الصديق طبعا النتيجة كانت إن أسلم على يديه مجموعة من إيه؟ من الناس أسلم على يديه مجموعة أصبحت ضمن إيه؟ الرعيل الأول من الناس اللي هم المسلمين الأوائل أصبحت ضمن الرعيل الأول يعني اللي هو أول مجموعة أسلمت الرعيل الأول آخر نقطة معانا بيقول حفاظه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الدعوة كانت النتيجة بتاعته طبعا أي أولاد الحفاظ على المسلمين من بطش الكفار كانت النتيجة الحفاظ على المسلمين من أي أولاد من بطش الكفار وبكده يا أولاد أنهينا درس النهاردة ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم